احتفل إذن سكان قرية أنزاج بيناير من خلال أحياء عرس حقيقي بعدما قرر سكانها لما شملهم وتحضير وعدة جد خاصة التفاصيل مع صفية إبارودان ومينة بن حمان مما لا شك فيه أن مظاهر الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة بولاية تيزيوزو مختلفة من قرية لأخرى فهناك من القرى من اختارة تحتفل بهذه المناسبة كل عائلة لوحدها وهناك من قررات أن تشغله احتفالا بهيج يجمع جميع سكان القرية في وعدة كبيرة كتلك التي نظمتها قرية أمزاج ولمة كبيرة تم نحرفها أكثر من عشر عجول وتوزيع لحمها على جميع السكان في جو عرس حقيقي تعالت فيه زغارد النسوة ورفقتها فرقة إذبالا موسيقى لا يهم الطريقة التي يحتفل بهبي الناير بحكم أنهم يعتبرونه موروث ثقافي واجتماعي ذات مرجع تاريخي عميق يحافظون عليه عبر عادتهم المتنوعة وتقاليدهم المتميزة موسيقى